أول منازل التي ينزلها الحاج عندما يدخل الحرم مزدلفة ولذلك سميت مزدلفة لأن الحاج يخترب به بها إلى الحرم و سميت جمعا أيضا لأن الناس يجتمعون فيها فإنه في سابق عهد الناس قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم و بيانه لأحكام الحج كان أهل مكة من قريش إذا خرجوا مع الناس إلى الحج وقفوا عند مزدلفة و لم يتجاوزوها إلى عرفة فيهم عرفة يقفون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أن خروجهم عن الحرم تعظيم لمكان خارج الحرم فينقص به تعظيم الحرم هكذا زين لهم الشيطان و إذا كالله تعالى يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فسو الله تعالى بين القرشيين و بين غيرهم من أنهم إذا خرجوا إلى عرفة يخرجون مع الناس إليها و يقفون بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع الناس إلى عرفة و وقف بها صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى مزدلفة فلذلك سميت جمع لأن الحجيش كانوا يجتمعون في حين أن عرفة لا يأتيها أهل قريش من أهل مكة وهم الحمص لماذا؟ لأنهم كانوا كما ذكرت يرون أن تعظيم خارج الحرم يفضي إلى إنقاص عظمة الحرم يبقون في عرفة فيبقون في مزدلفة لا يخرجون إلى عرفة يبقون في جمع في مزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة و ذلك سميت جمع لأنهم يجتمعون مع الحجيش الذين جاءوا من عرفة بعد وقوفهم